سؤالي هل سياسة الحزب هي التي تؤثر على الناخب الأمريكي أم أن المرشح هو الذي يؤثر عليه؟ شوفوا أساس صحر كمالة هارس بتعمل دعاية انتخابية بقالها 136 يوم دونالد ترامب بيعمل دعاية انتخابية بقاله 3 سنين من ساعة ما حصل في 2021 يوم 6 يناير والله حصل في مبنى الكابيتول والكلام ده هو بيعمل دعاية انتخابية حتى إحنا على مستوى الأحداث اللي مرت الأربع سنين اللي فاتت كنا بنشوف ترامب بيتدخل أنا لو كنت موجود ما كانش هيحصل كده أنا لو كنت موجود ما كانش يعني كان ليه برضو تعلق به الحياة السياسية لم يغب عنها بالضبط لكن كمالة هارس هي وليدة ممكن نقول صدفة يعني هنا وإحنا قلنا رئيس المنتخب اللي كان معاد انتخابه مرة أخرى في العزب الديموقراطي بايدن يعني احنا كلنا شايفينه على جميع المجتمع الدولي كله شايفوا على أجهزة التلفاز غير قادرة ده يخلينا برضو نتساءل عن شيء مهم جدا كمالة هارس أربع سنوات قادتها نائبة للرئيس الأمريكي بايدن وترامب قادة انتخابات رئاسية قبل ذلك وأيضا تولى حكم البلاد هل تغير ترامب الأمس عن ترامب اليوم وهل كمالة هارس استفادت من فترة الأربع سنوات التي قادتها كنائبة للرئيس الأمريكي بايدن ده اللي احنا هنرجع لي السؤال بتاع حضرتك الأولاني هل أنا كناخب أمريكي بروح انتخب حزب ولا شخصية يعني هل أنا بشخص الحزب في صورة كمالة هارس في صورة بايدن في صورة كلينتون في صورة باراك أوباما ولا بروح انتخب ترامب هذا الشخصية لأ احنا الناخب الأمريكي بيروح على آليات وسياسات حطها الحزب أنا ما بروحش انتخب أنا كمواطن أمريكي ما بنتخبش كمالة هارس أنا بنتخب السياسات بتاعت الحزب الحزب حيعمل لي إيه؟ الحزب الديموقراطي حيعمل لي إيه؟ كل على فكرة أنا عايزة أقول لحضرتك أنه يعني هو فيه إحصائية بتقول 76% من الناخبين الأمريكيين اللي بيروحوا ينتخبوا في صناديق الإقترع سواء إذا كان مباشرة أو عن طريق البريد لا يهموا إلا الوضع الداخلي والسياسة الداخلية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الصفوة الصفوة المجتمع أو النخبة السياسية أو النخبة اللي فيها احتكاك كبير بالعالم الخارجي أو بالسياسات الخارجية هي اللي بتهمها الولايات المتحدة الأمريكية السياسة الرجية هتعمل